على وقع اللقاءات التي تجمع مسؤولين إسرائيليين بنظرائهم الأمريكيين وآخرها لقاء وزيري خارجية البلدين ياير لاببيد وآنتوني بلينكين حضرت تطورات العلاقة الإسرائيلية الأمريكية بقوة في النقاش الإسرائيلي العام مع وجود حكومة إسرائيلية جديدة من جهة وفي ضوء سعي رئيس المعارضة بنيمين نتنياهو لتخريب العلاقة الإسرائيلية مع إدارة بايدن وإفشال حكومة بنيت لاببيد من جهة ثانية في واشنطن والقدس يرون محاولات نتنياهو إشعال نار في العلاقات بين إسرائيل وإدارة بايدن وهذا يتجسد ليس فقط في التصريحات باللغة العبرية الموجهة إلى الرأي العام المحلي وإنما أيضا في الأمور التي ينشرها باللغة الإنجليزية الموجهة إلى واشنطن نقطة التوازن بين سياسة صفر مفاجآت للأمريكيين وحرية عمل إسرائيل ضد أعدائها شكلت مسألة محورية في السجال الإسرائيلي ومادة دسمة لانتقاد نتنياهو في أوصات العارفين بخفايا الأمور نتنياهو بهدف زعزعة الحكومة يعمل في موضوع عدم مفاجآة الأمريكيين على إقناع الجمهور بأن الحكومة ضعيفة وهو لا يخجل من القيام بذلك على الرغم من موافقته الشخصية على هذه السياسة سابقا وبين معالم المقاربة الجديدة لحكومة بانتلابيد ومساعي نتنياهو لإفشالها يرى مراقبون أن نتنياهو الذي يقدم نفسه على أنه الصخرة التي تتكسر عليها مشاريع إيران قد فشل فشلا ذريعا فهو من جهة قرب إيران من القنبلة النووية ومن جهة ثانية خرب العلاقة مع الديمقراطيين وحتى مساعيه للإيقاع بين الحكومة الجديدة والإدارات الأمريكية قد تنتج مفعولا عكسيا في رأي معلقين إذ إنها قد تحسن صورة حكومة بانتلابيد في نظر الرئيس الأمريكي جو بايدن